بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم معكم الدكتور محمد سليم وحلقة جديدة من فيديوهات معلومة نفسية النهاردة هنتكلم عن موضوع مسير للجدل شوية اللي هو الاعتقاد اللي عند بعض الناس ان المرض النفسي ده عبارة عن ظاهرة خارقة للطبيعة وان هو عبارة عن مس من الشيطان او من الجن او من السحر او من الحسد وان هو مش مستدعي خالص ان احنا نلجأ للطبيب النفسي ولكن لازم نروح للشيخ او لرجل الدين عشان يفك السحر ده او يخرج الجن دهوت من جسم المريض وبالتالي المريض يخف الحقيقة ان الاعتقاد ده مش بس موجود في الثقافة العربية والاسلامية بتاعتنا ولكن موجود في ثقافات تانية كتير وفي ديانات اخرى كتير وفي افلام حتى اتعمل على موضوع اخراج الجن من جسم المريض الى اخير اول حاجة عايزين نتفع عليها ان العلم له مصادر معينة وان اي حاجة موردتش او ما جتلناش عن طريق هذه المصادر فاحنا ببساطة ما نعرفهاش وما نقدرش ان احنا ناكد وجودها من عدم وفي مصدرين رئيسيين للعلم اول حاجة الملاحظة والتجربة والدراسة اللي هو بيقوم عليها البحث العلمي وتاني مصدر دي اللي هو الوحي اللي احنا بنؤمن به ان فيه كتب سماوية وفيه اه حديث نبوية الى اخره اتكلمت عن حاجات احنا ما نقدرش نشوفها ولا نلمسها اللي هي عالم الغيب وما فيش شك طبعا ان القرآن والكتب السماوية التانية اتكلمت عن كائنات غير منظورة زي الملايكة والجن والشياطين وكلمت عن ان الشيطان الهدف الرئيسي ليه ان هو يغوي بني ادم ويخليه ارتكب افعال شريرة في حق نفسه وفي حق اللي حواليه ولكن في نفس الوقت القرآن نفى اي سيطرة او تحكم للشيطان دهوت في البني ادم لان ده بيتنافى مع الحرية اللي ربنا ادهى للانسان فربنا قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وحتى الكفار الشيطان يوم القيامة حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم ليه فمسألة ان الشيطان يتلبس في جسم البني ادم ويتصرف بالنياب عنه او يرغمع على حاجات يعملها دي مسألة ما جاتش في الدين وممكن نلاقي تحت الفيديو دهوت لينك للفتوى بتاعت فضيلة الامام شيخ الازهر عم مسألة تلبس الجن بالانسان ولكن في بعض الايات والمواقف القرآن والاحديث بتتكلم عن اذا ممكن يصيب الانسان من الشيطان زي قصة سيدنا ايوب مثلا لما قال رب اني ما استني الشيطان بنصب وعذاب ومعروف ان سيدنا ايوب كان عنده مرض جلدي ما كانش عنده مرض نفسي ولا حاجة وفي واحدة من الصحابيات جات للرسول عليه الصلاة والسلام تشتكيله من كترة النزيف من الرحم فقال لها انما هذه ركضات من ركضات الشيطان وده مش معناه ان اي حد فينا بيجيله مشكلة جلدية او واحدة بيجيلها مشكلة في ناحية النساء والتوليد بتروح للشيخ عشان يعالجها وما بتروحش للدكتور لا طبعا بتروح للدكتور عادي خالص لان القرآن نفسه والاحاديث شجعتنا ان احنا نتجأ الاهل الذكر واهل التخصص والدين الصحيح بيوضح ان وظيفة رجل الدين ان هو يوجه الناس ويفاهمهم دينهم ويوعزهم ويشجعهم على العمل الخير ولكن مش من ضمن وظيفه ان هو يعالج المريض لان علاج المريض هو ببساطة وظيفة الطبيب والطبيب بيقوم بالوظيفة ده هي على اساس العلوم والدراسات اللي هو اخدها والشهادات اللي هو حصل عليها والابحاث اللي عملها العلماء حتى الان والدين برضو بيشجعنا على تناول العلاج الدوائي لان ربنا زي ما بنقول نزل الداء والدواء اما الجانب الغيبي فده ببساطة حلو اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والدعاء بالادعية المقصورة واللي احنا مؤمنين ان هي ان شاء الله هتساعد في شفاءنا الى الجانب الدواء وما فيش حاجة جات في النصوص الدينية تحدد اعراض معينة لو جات عند المريض يبقى عنده سحر او عنده حسد ولا وسائل معينة للعلاج الطب ما يعرفهش فالخلاصة ان احنا لما بيبقى عندنا مشكلة او اعراض مرضية سواء في الناحية النفسية او في غير النفسية بنلجأ للطبيب المختص وبنتابع النصائح الطبية وبناخد العلاج وبندعى ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشفينا وما بنروحش لاي حد مش مختص بالناحية الطبية او العلاجية ولا نسلم نفسنا لاي حد بيدعي ان هو وسطى بنا وبين ربنا او بيدعي علم هو اساسا مروش وجود وبكده نكون خلصنا المعلومة اللي عايزين نقولها النهاردة وشكرا لكم على الاستماع السلام عليكم